خلينا نتكلم يا فندم عن الأهداف الرئيسية اللي بيسعى لها أسبوع القاهرة للمياه وازاي بيساهم في دعم جهود مصر والقارة الإفريقية بشكل عام في حماية أو في مجال الموارد المائية أسبوع القاهرة دي نسخة سبعة يعني أمضينا ست أعوام بنعقد فيه هذا الأسبوع يعني هو حفر مجرى أساسي لمنخشة معضوات المياه على مستوى الدولي فأسبوع القاهرة بيتناقش فيه كل الموضوعات المتعلقة بالمياه وبالزراعة وبالطاقة على المستوى الدولي منظمات دولية بتحضروا ممثلين لدول وزراء بيحضروا بيتم من مناقشة واسعة للوصول إلى حلول لتحديات التي بتواجهها الموارد المائية الحقيقة التحديات دي مش مصر فقط بتواجهها على مستوى العالم تغيرات المناخية تغيرات بتصيب العالم كله ومناطق تعاني من جفاف ومناطق تعاني من سيول ارتفاع من سيول مياه البحر محتاجين لحلول تقنية وحلول عملية لتلك التحديات فلابد من تضافر الجهود على مستوى الدولي ومستوى الإقليمي والمستوى المحلي لتعاون معها ده المنطلق اللي بدأ منه إسبوع القاهرة للمياه وأدى الاستمرار كل تلك السنوات دكتور هكذا أحداث يعني ومنتديات وأسابيع بتصدفها مصر في سياق المياه في سياق المناخ بيبقى لها هدف ورسالة رئيسية بتحاول مصر أن هي توصلها للعالم ألا وهي قضية المياه بالنسبة لمصر شايف الأسبوع ده إزاي في توصيل هذه الرسالة الحقيقة أعتقد أن الأسبوع بنسخ الماضيع لسه يعني بديئين أمس بنسخ الماضيع استطاع أن يضع المياه على قيمة الأجندة الدولية منذ عامين في شرب الشيخ تم وضع المياه في قيمة المناخ وده كان لأول مرة في الكوب 27 تم وضع المياه في قيمة المناخ فده كان إنجاز كبير المياه هي شيء أساسي لتحقيق التنمية اللي بنستهدفها جميعا وبالنسبة للمنطقة منطقة تحوض النيل والمنطقة العربية بنعاني من جفاف ومهدودية موارد مائية فأحنا أولى بالتعامل مع تلك الخضية وضعها على سلم أولويات الأجندة الدولية ده في المنتهى الأهمية